نشير إلى هذا الخبر العاجل ارتقى الرئيس السيسي اليوم في باريس أيضاً مع السيد جون كاستيكس إذن رئيس وزراء فرنسا بمقر رئاسة الوزراء الفرنسية صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سفير بسام راضي بأن اللقاء تناول موضوعات العلاقات الصنائية بين مصر وفرنسا في مجالات عدة خاصة المشروعات التنموية الكبرى الخدمات، الطاقة، النقل التعليم والصحة، الثقافة والأثار والسياحة فضلاً عن التعاون المشترك المتشعب في المجال العسكري والأمني وقد رحب رئيس الوزراء الفرنسي بالسيد الرئيس في باريس وأعرب عن تقدير فرنسا لمصر على المستويين الرسمي والشعبي واعتزازها بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين مؤكداً حرص الحكومة الفرنسية لزيادة استثماراتها في مصر لدعم جهود التنمية بها في كافة المجالات التنموية خاصة مع الإنجازات التي حققتها مصر بقيادة الرئيس على المستوى الداخلي والخارجي في وقت قياسي مما يفرض أهمية دعم تلك الجهود المثمرة لترسيخ الدور التي تطلع به مصر كمحور اتزان لمنطقتين المتوسط والشرق الأوسط السيد الرئيس من جانبها أعرب عن التقدير لحفاوة الاستقبال الفرنسي وأشاد بعلاقة الصداقة المصرية الفرنسية الممتدة وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعيدة خلال فترة الأخيرة وأعرب عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها لسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر خاصة في ظل أن فرنسا تعتبر واحدة من أهم شركاء مصر الداخل القارة الأوروبية والفرصة الحالية الكبيرة للتواجد في السوق المصري الواعدة للاستفادة من البنية التحتية الجديدة وتحسر مناخ أداء الأعمال الأمر الذي انعكس في ثبات أداء الاقتصاد المصري خلال العام الحالي أثناء أزمة كورونا وتحقيقه أعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وكذلك ثاني أعلى معدل نمو على مستوى العالم وهما يدعم الثقة في مناخ الاستثمار في مصر وأضاف المتحدث الرسمي أن لقاء تناول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لسيما الأزمتين الليبية والسورية وكذلك القضية الفلسطينية حيث توافق الجانبان على ضرورة تدعيم أركان الدول التي تمر بأزمات وتقوية مؤسستها الوطنية بما ينهي معاناة شعوبها ويعيدها إلى وضعها الطبيعي ولشغل الفراغ الذي أتاح للجماعات الإرهابية التمدد والانتشار